صباح الخير وهذه نشرة مفصلة لآخر أهم الأنباء من الميادين وفيها خسائر جديدة لجيش الاحتلال ترفع عدد قتله إلى 525 منذ بدء طفان الأقصى وشهداء وجرحى ونزوح جماعي في رفح وخان يونس جنوب القطاع عدوان متواصل على الضفة شهداء في قصف مسيرة إسرائيلية مركبة في مخيم بلاطة بنابلوس والاحتلال يحتجز الجثامين مصادر المقاومة العراقية تكشف للميادين عن قصف هدف حيوي في حيفا للمرة الثانية وتؤكد التوجه لرفع وطيرة عملياتها دعما للشعب الفلسطيني ومقاومته إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ قرار منع الملاحة الإسرائيلية القوات المسلحة اليمنية تؤكد استهداف سفينة في البحر الأحمر كانت متجهة إلى إسرائيل والبيت الأبيض يتوقع ضربات انتقامية من صنعاء ويقول إن واشنطن لا تسعى إلى حرب طهران تؤكد في رسالة إلى مجلس الأمن أن عملياتها الأخيرة جاءت دفاعا عن النفس ووفق القوانين الدولية ومعلومات عن وجود قائد عمليات المساد مع ضباط وعملاء في المكان المستهدفي في أربيل مجلس الشيوخ الأمريكي يرفضوا مشروع قانون يجبر الخارجية على التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة أهلا ومرحبا بكم أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال عن مقتل ضابط وجندي في معارك شمال قطاع غزة الليلة الماضية وأوضح في بيان أن القتلين هما الرقيب أول احتياط زخاريا بيساح هابر والرقيب احتياط يائير كاتس وهما مقاتلان مدرعات في الكتيبة 87 لواء هم حتس الرابع عشر وأضاف أن مقاتل احتياط في الكتيبة 52 أصيب إصابة خطرة في معركة في شمال قطاع غزة استهدفت طائرات الاحتلال منزلا وسط مدينة رفاح جنوب قطاع غزة ما أسفر عن استشهاد ثمانية أشخاص بينهم طفلتان إضافة إلى عشرات الجرحة وسائل أعلام محلية أشارت إلى أن هناك عددا من الإصابات الحريجة جراء القصف ومن المتوقع ارتفاع عدد الشهداء هذا واستشهد طفلان بقصف على مخيم الشابورة وسط رفح جنوب قطاع غزة كتائب القصام أعلنت تنفيذ عمليات نوعية ضد قوات الاحتلال في شمال قطاع غزة وجنوبه ووسطه وفي سلسات بيانات أعلنت القصام دك حشودات الاحتلال شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل كما أعلنت تكبيد الاحتلال خسائر في العديد والعتاد في حي التفاح وعلى تخوم حي الشيخ ردوان في مدينة غزة شمال القطاع ونشرت مشاهد استهداف مزدوج لناقلة جند إسرائيلية بعبوة شواز وقذيفة الياسين 105 على تخوم حي الشيخ ردوان في مدينة غزة القصام نشرت كذلك فيديو لطائرة درون تم الاستيلاء عليها خلال مهمة استخباراتية لها شمال القطاع سرايا القدس أعلنت تنفيذ عدد من العمليات ضد تجمعات الاحتلال في شرق خان يونس ونشرت السرايا مشاهدة من حمم الهاوين التي دك بها مجاهدوها الحشودات العسكرية في محاور تقدم شرق خان يونس ترجمة نانسي قنقر 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 من وسط قطاع غزة وهي المنطقة نفسها التي خرجت منها قوات الجيش الإسرائيلي أول أمس وأشارت إلى أن منزلا أصيب بشكل مباشر في انتيفوت بغلاف غزة من جراء صلية الصواريخ الأخيرة التي أوقعت عددا الإسرائيليين في حال من الهلع وتابعت أن وقف القتال قبل تفكيك البنية العسكرية لحركة حماس واغتيال قياديها سيشكل خسارة كاملة لأمن إسرائيل تعود مظاهر الحياة تدريجيا إلى سوق مخيم جباليا على إثر انسحاب قوات الاحتلال من بعض مناطق شمال القطاع لكن المواطنين ما زالوا يعانون بسبب فقدان الأمن وأثار الحرب تحيط بهم في كل مكان التفاصيل مع مراسل ميادين من شمال القطاع محمود العوضية نحن هنا في شمال قطاع غزة تحديدا في سوق معسكر جباليا هذا السوق الذي عادت إليه الحيوية والنشاط بعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من عدة أماكن من شمال قطاع غزة وبعدما يقارب المئة يوم من العدوان على قطاع غزة هنا في شمال قطاع غزة وبعد مئة يوم من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وعلى شماله على وجه الخصوص بدأت الحياة تعود تدريجيا إلى مناطق شمال قطاع غزة خاصة مع انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من بعض المناطق وجلب الناس لبعض احتياجاتهم وأمتعتهم وجلبها إلى السوق من أجل أن يستفيد منها الناس المحاصرون هنا في شمال قطاع غزة والله من قطمين وحالتنا على الله والله يعلم من وين نجيب المصاري ومن الدان وهذا أنا صعب بعد مات يوم من الحرب بدأت الحياة تعود إلى معسكر جباليا باقتضاد السكان بدأت الناس تتفائل بالأمل والخير هنا في شمال قطاع غزة فضع الناس سيئة خالص يعني حتى لو انسحبت القوات وزي ما بقوله لكن الآثار هم موجودة آثار الدمار، آثار المعاناة، الحالة الصحية، عدم موجود الطعام، المسكن يعني كل رضا مأثر على الناس أنت بتشوف الناس رايحة جاية بس بتسلي وقتها تسلي وقتها من تطلع أن كل قاعد بستطيع تدور على لقمة عيشه أهل الشمال سعى عندهم أمان شوية أما بالأول ما كان في حركة بالمرة والله يهونها على الناس يا رب حمد الله كل حال، حمد الله إذن هي رسالة تحدي وصمود من قبل الفلسطينيين الذين يقفون دائما في وجه آلة البطش الإسرائيلية بأن الحياة لا بد أن تعود وسط الركام ووسط الدمار الذي حل بشمال قطاع غزة محمود العوضية، شمال غزة، الميادين بحثا عن أمان مفقود في قطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي لجأت عشرات الآلاف من العائلات إلى نصب خيامها على الحدود المصرية مع قطاع غزة وسط ظروف إنسانية غاية في الصعوبة ولسيما في ظل عدم كل مقاومات الحياة أكرم دلول والتفاصيل نحن هنا في أقرب نقطة بين قطاع غزة والأراضي المصرية هنا يبدو المشهد صعبا على كافة الصود لا سيما على صعيد الوضع الإنساني لعشرات آلاف العائلات التي تبحث عن أمان مفقود في غزة فاتخذت هذه المنطقة الحدودية مأوى لها علها تنقذ حياة أطفالها من العدوان الإسرائيلي نحن هنا في نصرات ونصرات شردنا أطفال الأصغار صار عنه خوف أنت شايف برد وهذا ولكن برضو الإشي لاحقنا لاحقنا يعني قبل يوم إمبارح أخذ النهار صار خبط يعني جريب بين الخيام يعني في الشي نتعني مكان إنه آمن وين نروح بعد هيك بعرف القانون الدولي فإن مجرد تشريد المدنيين العزل على هذه الشاكلة يمثل جريمة حرب هذه الجريمة تبدو مركبة في غزة في ظل انعدام أدنى مقومات الحياة لهؤلاء النازحين الذين شردتهم آلة الحرب الإسرائيلية كل الأطفال صاروا عندنا مرضى من النار ومن الدخنة كل البنت يعني ساعة ومن الدخنة لأولاد صدرهم صريحهم ولا في مستشفيات ولا في عناية للأولاد ووضع يعني مأساوي جدا يعني مش عارفين نتأقلم على هيك يعني عيجة كتير كتير الحياة صعبة الوضع صعب لا في أكل ولا شرب ولا في حمامات ولا في هاجة ولا مياه المياه بالمعاناة كمان بتيجي كل شيء بالمعاناة باينة باللف في الشوارع كله عشان نلم شواط حطبوا شوية والبقاء عربنا ونجيب من وين ومع طول أمد العدوان الإسرائيلية على غزة تتشرد على هذه الشاكلة مزيد من العائلات على مر العالم أجمع هذا العالم الذي يطالبه هؤلاء بالكف عما يعتبرونها بسياسة الكيل بمكيالين ووقف المحرقة التي تصاعدها إسرائيل بشكل مستمر أكرم دلول غزة الميادين قالت صحيفة هارتس الإسرائيلية إن على الاحتلال الإسرائيلي أن يستوعب أنه لن نقضي على حماس وعليه أن يخرج من خان يونس ومخيمات الوسط في المرحلة الثالثة من الحرب وفي تقرير أكد أحد مفوضي شكاوى الجنود الإسرائيليين سابقا أكد أنه يعتبر أن الهدف الأعلى الذي يمكن تحقيقه هو تحرير كل الأسرى والتوصل إلى اتفاقات مع حماس بشأن الإفراج الفوري عنهم وإن كان على حساب وقف القتال وإلا فسنخرج خالي الوفاد من الجهتين على حد تعبيره قالت وسائل أعلام إسرائيلية إن هناك توترا متزايدا بشأن سلسات من المواضيع المصيرية التي لم يجري أبدا نقاش بشأنها فيما يتهم وزير أمن الاحتلال السابق بني جانس رئيس وزراء الاحتلال بن يمين نتنياهو بالامتناع عن اتخاذ القرارات لاعتبارات سياسية داخلية بني جانس أعطى في الأيام الأخيرة وثقة طلبات إلى رئيس الحكومة ومجلس الأمن القومي تتضمن قرارات يجب اتخاذها بشكل سريع لأنها مصيرية في إدارة الحرب والحياة في الداخل قرارات لا يعتبر جانس أن نتنياهو يمتنع عن اتخاذها لاعتبارات سياسية داخلية وما تضمنطه اللائحة معبر رفح ومحور فلادلفيا وضع الالتزام بأهداف الحرب وموضوع المخطوفين من سيدير الحياة المدنية في القطاع إعادة السكان إلى منازلهم في الجنوب والشمال اتفاق مقابل التصعيد في الشمال والموعد النهائي الذي تعطيه إسرائيل للجهود السياسية وهناك المزيد من النقاط المصيرية على جزء منها لم يحصل نقاش وعلى نقاط أخرى جرى نقاش سطحي وعلى جميع النقاط لم يتخذ حاليا قرار أعلنت وزارة الخارجية القطرية نجاح وسطتها في التوصل إلى اتفاق بين حماس والاحتلال الإسرائيلي لإدخال أدوية ومساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر مصر وفي بيان أوضحت الوزارة القطرية أن الاتفاق يشمل إدخال أدوية ومساعدات للمدنيين في مقابل إيصال أدوية يحتاج إليها أسر الاحتلال ولفتت إلى أن الأدوية والمساعدات سترسل غدا إلى مدينة العريش في مصر على متن طائرتين تابعتين للقوات المسلحة القطرية وذلك تمهيدا لنقلها إلى القطاع إلى الضفة الغربية حيث استشهد عدد من الشبان في قصف طائرة إسرائيلية مسيرة لمركبة قرب مخيم بلاطا شرق نابلس قوات الاحتلال منعت التواقم الطبية من الوصول إلى المكان وشهدت السيارة وقد اشتعلت فيها النيران وقد حاصرتها الآليات العسكرية لتتمكن التواقم الطبية لاحقا من انتشال جثمان أحد الشبان فيما احتجز الاحتلال جثمين شبان آخرين قبل أن ينسحب من المنطقة اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ترافقها جرافتان اقتحمت مدينة طول كرم ومخيمها من محاورها الغربية والشمالية والجنوبية واعتقلت الأسير المحرر نمر المسكاوي في منطقة عزبة الطياح شرق طول كرم قوات الاحتلال وخلال اقتحامها المخيم تعرضت لاستهداف بالعبوات الناسفة وقد عمدت إلى محاصرة المخيم ونشر القناصة على مداخله كافة فيما تمركز عدد من الآليات على مدخلي مستشفيي الإسراء التخصصي والشهيد ثابت ثابت الحكومي القريب من المخيم ومنعت الخروج منهما أو الدخول إليهما فيما عمدت الجرافات إلى تدمير البنية التحتية في مخيم طول كرم وفي الضفة أيضا اقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل وبلدة إذن غربا واعتقلت فلسطينيا وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال دهمت منطقة راس الجورة ودير بحة ودهمت عددا من المنازل وفتشتها وروعت سكانها وفي منطقة الجلدة غرب المدينة دهمت قوات الاحتلال منازل وعتقلت أحد الشبه قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت فجرا حيا كفرسابة بمدينة قلقيليا وبلدتين عزون وكفرثلثة ودهمت العديد من المنازل عناصر الاحتلال أغلقوا بألياتهم الطرق والمتفرقات المؤدية إلى حي كفرسابة فيما دهم الجنود منازل عدد من الفلسطينيين وسط تحليق لطائرات الاستطلاع المسيرة كما شنوا حملة اعتقالات في صفوف العمال الغزيين في عدة أحياء من مدينة قلقيليا وبالتوازي اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي عزون وكفرثلثة شرق قلقيليا وسط إطلاق لقنابل الصوت والغاز بينما أقامت تلك القوات حاجزا عسكريا على مدخل بلدة النبيلياس نبقى في الضفة إذن حيث ينضم إلينا حافظ أبو صبراء الصحفي هو معنا من نابلس أهلا ومرحبا بك أستاذ حافظ وهلأ فتنا في آخر المسجدات في الضفة علما بأن هناك غلياء واضح مداهمات بالجملة وأيضا هناك ارتقال لعدد من الشبان الفلسطينيين في قرب مخيم بلاطا شرق نابلس تفضل نعم ما جرى خلال الليلة الماضية وفجر وصبيحتها ذا اليوم في الضفة الغربية طال جميع أنحاء الضفة الغربية بشمالها ووسطها وجنوبها وأخيرا نتحدث عن هذا الاقتحام المتواصل لمدينة طول كرم ومخيميها طول كرم ونور شمس وعضد من الضواحي في محيط المدينة لا يزال الاقتحام مستمر على وقع اشتباكات مسلحة وعمليات تجريف تطال مواقع عدة في محيط مخيم طول كرم بالتحديد على وقع استهدافات للآليات العسكرية بقنابل أو بعبوات ناسفة محلية الصمع أيضا قلقيليا المدينة اقتحمت مجددا بعد أن انسحبت قوات الاحتلال منها قبل الساعة من الآن والاحتلال يعمل على مدهمة عدد من المنازل في بعض الأحياء من المدينة بالتحديد في منطقة حي القرآن الواقع في المنطقة الشرقية منها وهذا يأتي بعد اقتحام طويل استمر منذ منتصف الليلة الماضية حتى الصباح اليوم وطال اعتقال ستة مواطنين وعدد آخر من العمال الغزيين المقيمين في هذه المدينة منذ السابع من أكتوبر في نابلس كان الحدث الأبرز الاحتلال يتحدث عن عملية اغتيال لعبدالله أبو شلال وهو أحد أبرز قادة كتيبة بلاطة التابعة لكتائب شهداء الأقصى بالإضافة إلى اثنين آخرين من المقاومين وبيان الجيش الذي صبر منذ قليل يقول بأن عملية الاغتيال نفذتها طائرة مسيرة بصاروخ ذكي بعد متابعة المركبة التي كان يستقلها أبو شلال مع شهدين الآخرين الهلال الأحمر الفلسطيني استطاع انتشال مصف جثمان لشهيد من داخل الموقع الذي استهدفت فيه المركبة فيما قوات الاحتلال صحبت المركبة واختطفت جثماني شهدين بالإضافة إلى بقية جثمان الشهيد الذي انتشل مصف جثمانه وهو الجزء العلوي من جسده بدون رأس وواحدة من ذراعيه فقط وتتواجد حاليا هذه الأشلاف في مستشفى رفيديا الحكومي في رامالله كان هناك اقتحام في أكثر من حي صبيحة هذا اليوم وجرى اعتقال شاب من مدينة بيتونيا ومعلمة من منطقة سطح مرحبة في الخليل اقتحمت بلدة بن نعيم وهي مصقة رأس الشابين الذين نفذوا عملية رعنانة في الداخل المحتل أول أمس وقوات الاحتلال ومهندسي الاحتلال قاموا بأخذ قياسات منزلي عائلتيهما تمهيدا لهدمهما والاقتحام الذي حدث صبيحة اليوم مؤخرا أيضا في تل السلطان هذا المخيم الواقع في مدينة أريحة وقوات الاحتلال اعتقلت شابين من داخل منزليهما بعد حدوث مواجهات عنيفة بين الشبان من أبناء المخيم وبين قوات الاحتلال يعني الأحداث متوالية ومتسارعة والاقتحامات ما زالت مستمرة في طول كرم وقلقيليا وعلى ما يبدو أن الضفة الغربية على شفى حفرة من الانفجار سيما في ظل استمرار جرائم الاحتلال وعدواناته والقصف الذي يحدث مجددا في نابلس للمرة الثالثة ولا ربما للمرة الثانية عشر منذ ستة أشهر في مختلف مناطق شمال الضفة الغربية أشكرك أسحفي حافظ أبو صبر كنت معنا من نابلس إلى الجبهة الشمالية حيث واصلت المقاومة الإسلامية استهدافها لقوات الاحتلال وهاجمت المقاومة مواقع حدب البستان وبيض بليدة وموقع السماقة في مزارع الشبع اللبنانية المحتلة وشرق مستوطنة إيفن مناحم بالأسلحة الصاروخية وحققت إصابات مباشرة كما أعلنت استهداف محيط المستعمرات في منطقة النبيوشع محتلة بدفعات صاروخية مناسبة مراسل الميادين أفاد بأن نيرانا ثقيلة أطلقت من لبنان باتجاه موقع الراهب إضافة إلى رشقة صاروخية أطلقت باتجاه موقع عسكري في الجليل الأعلى إلى اليمن حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهدافها سفينة كانت متوجهة إلى موانئ الاحتلال وإصابتها مباشرة مؤكدة لاستمرار في تنفيذ قرار منع الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر وبحر العرب حيث حتى وقف العدوان عفوا على غزة نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية استهداف لسفينة زغرافيا كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وكانت الإصابة مباشرة وجاءت عملية الاستهداف بعد رفض طاقم السفينة النداءات التحذيرية منها الرسائل التحذيرية النارية إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ قرار منع الملاحة الإسرائيلية أو المرتبطة بالعدو الإسرائيلي في البحرين الأحمر والعربي حتى وقف العدوان ورفع الحصار على الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات الدفاعية والهجومية ضمن حق الدفاع المشروع عن اليمن العزيز وتأكيدا على استمرار التضامن العملي مع الشعب الفلسطيني المظلوم أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن رصد طائرة مسيرة مجهولة على بعد 150 ميلا بحريا جنوب شرق الشحر في اليمن وكالة أمبري البريطانية للأمن البحري كانت قد أفادت بأن سفينة شحن ترفع علم مالطة أصيبت بصاروخ أثناء عبورها جنوب البحر الأحمر على بعد نحو 76 ميلا بحريا إلى شمال غرب الصليف في اليمن التليغراف البريطانية نقلت عن مصدر قوله إن السفينة المستهدفة في البحر الأحمر كانت تبحر من فيتنام باتجاه إسرائيل البيت الأبيض توقع ضربات انتقامية من القوات المسلحة اليمنية قبل أن يؤكد أن واشنطن لا تسعى إلى حرب مع صنعاء مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفن أكد خلال مشاركته في منتدى دافوس أن الإدارة الأمريكية لم تقل إن قدرة القوات المسلحة اليمنية على شن هجمات في البحر الأحمر ستنتهي بالكامل بعد الضربات الأمريكية لقد حشدنا تحالفا من الدول لتوجيه ضربات لإضعاف قدرات الحوثيين بحيث تصبح قدرتهم على شن هجمات مستدامة ومعقدة أكثر صعوبة بمرور الوقت لكننا لم نقل عندما نفذنا هجماتنا إنها ستنتهي كليا وسيجري ردع الحوثيين بالكامل لقد توقعنا أن يواصل الحوثيون محاولاتهم تعريض هذا الشريان الحيوي للخطر وما زلنا نحتفظ بالحق في اتخاذ مزيد من الإجراءات لكن هذا يجب أن يكون جهدا شاملا وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم إن دول الاتحاد الأوروبي قدمت دعما مبدئيا لفكرة تشكيل مهمة بحرية لحماية السفن في البحر الأحمر وأضافت دبلوماسيون أن الهدف هو تشكيل المهمة في موعد أقصى التاسع عشر من الشهر المقبل على أن تبدأ العمل سريعا في ضوء التوتر في المنطقة فيما سيناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأمر يوم الأثنين المقبل وزارة الخارجية في حكومة صنعاء دعت شركات الشحن البحري إلى استمرار عملياتها في البحر الأحمر ما دامت لن تتجه إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي وأكدت في بيان أن عمليات القوات المسلحة اليمنية مرتبطة بإنهاء العدوان ودخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وشددت على أن العدوان الأمريكي البريطاني الأخير على اليمن لا يغير من موقف صنعاء ثابت لكونه يجسد تطلعات الشعب اليمني وكل أحرار العالم وزير الخارجية السعدي فيصل بن فرحان قال إن الهجمات في البحر الأحمر متصلة بالحرب على غزة وإن هناك حاجة إلى وقف إطلاق النار فورا وفي كلمة له خلال مشاركته في مؤتمر دافوس حذر بن فرحان من أن الحرب في غزة تجر الإقليم بأكمله إلى مخاطر كبيرة علينا التركيز على الحرب في غزة لنرى أي إشارة من إسرائيل على وقف الحرب والتصعيد وأولويتنا هي إيجاد مسار لخفضه وهذا يعتمد على وقف الحرب بغزة لأنها تجر الإقليم كله إلى مخاطر كبيرة وما تفعله إسرائيل في القطاع يعرض أمن المنطقة للخطر ويهدد السلام أما الهجمات في البحر الأحمر فنرى أنها متصلة بالحرب في غزة وهناك حاجة إلى وقف إطلاق النار فورا وخفض التصعيد في البحر الأحمر أولوية بالنسبة إلينا ونحن قلقون تجاه التوترات في المنطقة أكد رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن أكد أن الوضع في البحر الأحمر هو الأكثر خطورة لأنه يؤثر في العالم لا في المنطقة فقط وأضاف أن الخيار العسكري لن يحل الأزمة مشيرا إلى أن طرق البديلة للبحر الأحمر أقل كفاءة وأي حلول لا تعالج الحرب في غزة هي مؤقتة كما شدد رئيس الوزراء القطري على ضرورة التركيز على الصراع الأهم في غزة مؤكدا التفاهمة على كيفية إيجاد مصالح مشتركة بالحوار بين إيران ودول الخليج فاصل قصير ونعود ابقوا معنا من جديد أهلا ومرحبا بكم أكدت الحكومة الإيرانية أنها ضحية الإرهاب وأن عملياتها الأخيرة جاءت دفاعا عن النفس ووفق القوانين الدولية وفي رسالة بعثت بها إلى مجلس الأمن قالت تهران إن العملية هي رد على هجوم تنظيم داعش الأخير في كرمان والذي أدى إلى استشهاد أكثر من مئة مواطن بريء ولسيما من النساء والأطفال وشددت على أن عمليتها كانت ضرورية وجاءت متناسبة بالكامل مع تعهدات إيران الدولية بخصوص حقوق الإنسان وأكدت التزام الجمهورية الإسلامية المطلق باحترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي كل من العراق وسوريا هذا وتقدم العراق بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة تتعلق بالعملية الإيرانية في أربيل وزارة الخارجية العراقية اعتبرت في شكواها أن الهجوم يعد انتهاكا صارخا لسيادة العراق وسلامته الإقليمية وأمن الشعب العراقي على حد تعبيرها حرس الثورة الإسلامية في إيران كان قد أعلن تنفيذ عملية عسكرية ناجحة استهدف خلالها بالصواريخ الباليستية عددا من المقار ومراكز التجسس الإسرائيلي وتدريب الإرهابيين في كل المنقربيل في كردستان العراق وأدلب شمال سوريا التفاصيل مع مالك عابدة بأربعة وعشرين صاروخا باليستيا بعيد المدى نفذت قوات جوفضاء التابعة لحرس الثورة هجوما وصف بالأعنف من نوعه على مقر تجسس للموساد الإسرائيلي في كردستان العراق ومركز تجمع لقادة إرهابيين لسيما داعش في سوريا ضربنا مقرا مهما للتكفيريين على مسافة 1300 كيلومتر في منطقة تحت احتلال المجموعات التكفيرية في إدلب وفي الوقت نفسه استهدفنا مقار لداعش في شرق الفرات أدت إلى القضاء على عدد منهم كما أطلقنا 11 صاروخا باليستيا ردا على جرائم الكيان الصهيوني في سوريا الضربة الإيرانية في أربيل استهدفت مركزا استخباريا إسرائيليا مزودا برادارات وأجهزة تنصط وقد أدت إلى مقتل أربعة مسؤولين رفيع المستوى في الموساد بينما أسفر الاستهداف الإيراني في إدلب عن مقتل عدد من قادة جماعة داعش الإرهابية أثبت إيران عبر هذه العملية أن حدود أمنها أبعد من حدودها الجغرافية وإنما كان عداء إيران فهم عرضة للاستهداف العملية نجحت وحققت أهدافها بتصفية قيادات في الجماعات الإرهابية للمرة الأولى تنفذ إيران هجوما صاروخيا مزدوجا على أهداف مغادية لها خارج حدودها استهداف يحمل عديدا من الرسائل السياسية والعسكرية تريد إيران عبر هذا الاستهداف إثبات جاهزيتها واستعدادها للرد على أي اعتداء يمس أمنها القومية أو مصالحها الاستراتيجية وهذه العملية هي للانتقام من الإرهابيين والصهايينة الذين قتلوا مئات المدنيين وعناصر الأمن في كارمان وراسك وأعتقد أن الرسالة قد وصلت امتلاك إيران معلومات أمنية وافرة عن مقر الموساد في المنطقة وضربها أهدافا تبعد أكثر من 1200 كيلومتر من حدودها بدقة يشكلان معا رسالة نارية للإرهابي وداعميه مفادها بأن النار بالنار وزمن الاعتداءات من دون رد قد ول مالك عابدة طهران الميادين وزير الخارجية الأمريكي أنتني بلينكين أدان الهجوم الصاروخية في أربيل ووصفه بالانتهاك الصارخ للسيادة العراقية وخلال لقائه رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور برزاني على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أكد بلينكين أن الولايات المتحدة والرئيسة جو بايدن يتخذان ما هو ضروري للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها بدوره اعتبر برزاني أن الهجمات غير مبررة داعيا المجتمع الدولي إلى عدم التزام الصمت نقلت وكلة أنباء فارس عن بيان لما يسمى جيش العدل قوله إن ستة طائرات انتحارية مسيرة وصواريخ استهدفت مقرات له في الجبال الحدودية مع إيران في إقليم بلوشستان وفي هذا السياق اعتبرت الخارجية الباكستانية في بيان أن الضربات انتهاك غير مبرر لمجال باكستان الجوي وقالت إنها قدمت احتجاجا قويا إلى مسؤول في الخارجية الإيرانية في طهران كما استدعت القائمة بالأعمال الإيراني في إسلام أباد وأكدت الخارجية الباكستانية أن الإرهاب الذي يمثل تهديدا مشتركا لجميع دول المنطقة يتطلب عملا منسقا لا أعمالا فردية لا تتفق مع علاقات حسن الجوار من جانبه أكد رئيس الوزراء الباكستاني أنوار الحق أن إسلام أباد وطهران تواجهان تحديات مشتركة في المنطقة وخلال لقائه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان على هامش قمة دافوس في سويسرا شدد أنوار الحق على ضرورة بذل الجهود المشتركة والتعاون بين البلدين للحد من التهديدات الإرهابية فيما قال عبداللهيان إن مسألة مكافحة الإرهاب إحدى القضايا المهمة التي تحظى باهتمام البلدين وأكد ضرورة متابعة تنفيذ التفاهمات السابقة بين البلدين في هذا المجال وفي جبهات إسناد غزة أكدت المقاومة الإسلامية في العراق أن مجاهديها هاجموا هدفا حيويا وسط إسرائيل بواسطة صاروخ الأرقب البعيد المدى في الأيام السابقة وقالت مصادر في المقاومة للميدين إن الهدف كان في مدينة حيفا المحتلة المقاومة الإسلامية في العراق نشرت مقطع فيديو يظهر إطلاق الصاروخ وأكدت استمرارها في دك معاقل الاحتلال هذا وأكدت كتائب حزب الله العراق أن المقاومة الإسلامية في العراق سترفع من وطيرة عملياتها في إطار استمرار دعمها للشعب الفلسطيني ومقاومته مسؤول المكتب الأمني في كتائب حزب الله العراق أبو علي العسكري قال في بيان إن الكتائب لا تعارض القصف الإيراني لأهداف في شمال العراق رغم عدم علمها به بحسب البيان وفي سوريا أفاد مراسل ميادين بأن القوات الأمريكية أخلت قاعدة هايموس في ريف مدينة القامشلي شمال الحسكة نتيجة الاستهدافات المتكررة لهذه القاعدة من قبل فصائل المقاومة الإسلامية في العراق مراسل الميادين أفاد أيضا بوصول تعزيزات عسكرية للقوات الأمريكية إلى سجن الصناعة في مدينة الحسكة تزامنا مع تحليق للطائرات المروحية في سماء المنطقة في الموازات تستعد الولايات المتحدة لنشر نحو 1500 جندي في سوريا والعراق هي خطوة تعد الأكبر لعناصر الحرس الوطني التابع لولاية نيوجيرسي منذ عام 2008 وأكد البنتاجون للميادين عدم وجود أي إعلان أو موقف بشأن حدوث تغيير في وضعية الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة في الوقت الحالي طبعا مزيد من التفاصيل في تقرير لمحمد كريم انتشار عسكري جديد هو الأكبر لعناصر الحرس الوطني الأمريكي في المنطقة منذ عام 2008 حيث نشرت الولايات المتحدة أكثر من 11 ألف جندي في العراق فيما يستعد 1500 جندي أمريكي للانتقال إلى سوريا والعراق تحت عنوان محاربة تنظيم داعش مغادرتكم الوطنة هي لخدمة بلدكم ومواطنيكم ومن خلال القيام بدوركم في دعم عملية العزم الصلب فأنكم تحمون السلام والازدهار لسا فقط من أجلنا بل للعالم الحر بأكمله ويضاف هؤلاء الجنود إلى نحو 900 جندي أمريكي في سوريا و2500 جندي في العراق يعملون بصفة مدربين ومستشارين لقوات الأمن العراقية وفقا للبنتاجون الذي يؤكد أنه يواصل مشاوراته مع بغداد فيما يتعلق بوجودهم في العراق نبقى في تواصل وثيق مع الحكومة العراقية عندما يتعلق الأمر بوجود القوات الأمريكية ونحن هناك بناء على دعوة منها وستبقى تلك القوات مستمرة في التركيز على هزيمة داعش وقبل توجه هذه القوات سيغضع على سرها في تكساس لتدريبات تصل إلى خمسة أسابيع فيما يبدو أن تعزيز حماية القوات الأمريكية نتيجة استمرار استهداف قواعدها في سوريا والعراق هو أحد أهم أهداف هذا القرار الذي يرسل بإشارات كذلك بعدم نية واشنطن الانسحاب من المنطقة إلا أن عدم تسجيل عمليات عسكرية ضد داعش في الوقت الراهن يزيد من الشكوك في الهدف المعلن رسميا من وراء هذا الانتشار حصر واشنطن التعزيزات الجديدة بألف وخمسمائة جندي إلى سوريا والعراق يعده مراقبون مؤشرا على حذرها من أن تتهم بأنها تسعى من وراء إرسال هذه القوات إلى تصعيد الصراع في المنطقة محمد كريم واشنطن الميادين رفض مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار يجبر وزارة الخارجية على أعداد تقرير في غضون 30 يوما للتحقق مما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان في عدوانها على قطاع غزة وصوت 72 سناتورا لمصلحة إجهاد المشروع في مقابل 11 صوتا لمصلحة قبوله وقدم مشروع القرار السناتور بيرني ساندرز الذي عرض صورا من غزة خلال المناقشة العامة لمشروع القرار واصفا الحصار على القطاع بأنه انتهاك خطير للقانون الدولي لم نأخذ في الاعتبار أي إجراء يتصدى للدمار غير المسبوق أو الأزمة الإنسانية أو استخدام الأسلحة الأمريكية في حملة عسكرية خلفت الكثير من القتلى والجرح والنازحين وبغض النظر عما سيحدث في هذا التصويت فأنا أعلم أن هذه لن تكون نهاية هذا النقاش بل هي مجرد البداية في الوقت الحالي نحن نركز على إسرائيل كما ينبغي لنا في ضوء الوضع في غزة ولكن بشكل عام ما يفعله مشروع القانون هذا هو أنه ينبثق من المسؤولية حول كيفية استخدام المساعدات العسكرية الأمريكية وإذا ما كان مطلق تلك المساعدات يلتزمون بالقانون الدولي وبمعايير حقوق الإنسان الخاصة بنا أعلنت الشرطة البريطانية أن ضباطا متخصصين سينظرون في احتمال فتح تحقيق في جرائم حرب في غزة بعد شك وتقدمت بها مجموعة مناصرة للفلسطينيين وقالت شرطة لندن إن فريقها الصغير المعني بجرائم الحرب سيحدد إذا ما سيجري اتخاذ المزيد من الإجراءات أو بدء تحقيق رسمي وكان مركز العدالة الدولي للفلسطينيين قد قال إن محقيقيه سلم شرطة لندن ملف أدلة من سبعين صفحة يتضمن تفاصيل عدد من الجرائم التي تتهم إسرائيل بارتكابها في الأشهر الأخيرة أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين أن ملفا متكاملا سيقدم أواخر شباط فبراير إلى محكمة الجنايات الدورية لتتبع مجرمي الحرب الذين ارتكبوا مجازر عديدة في غزة وعلى رأسهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو وخلال فعالية تحت شعار المقاومة الفلسطينية رمز للصمود حضرها قادة من المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حماس أشاد المشاركون بموقف تونس الداعم لفلسطين ودعوا إلى توحيد الصفوف العربية لرفع الحصار عن غزة نطمئن أهلنا في تونس على المقاومة المقاومة تبلي بلاءا حسنا وأنتم تتابعونا كل يوم في فيديوهات كل يوم هي أقوى مما سبق والأهم من ذلك أنا نطمئنكم أن المقاومة قادرة على الإسمرار مهما بلغ مدى هذا القتال مهمة ملحة أن تتوحد كل جهود الحراك العربي من المحيط إلى الخليد تحت عنوان واحد هو فتح معبر رفع ورفع الحصار عن غزة المقاومة تعطي درسا للعدو الصهيوني في أولا العزة وفي رباطة الجأش وفي تلقينه درسا لن ينساه البروفاقاندا الإسرائيلية لم تكن يوما مستغربة واليوم ها هي تكرر روايتها المزعومة منذ 721 أكتوبر الماضي حتى الآن وسط تدفق مستمر للمعلومات المغلوطة على وقع الساعي المستمر لنسج سردية نصر وهمية فما السبب نتابع تخبط حتى في سرد حكاية النصر الموهوم مشهد تعيشه تل أبيب اليوم بعد فشلها على أكثر من جبهة فشل دفع ماكينات التضليل فيها إلى التحرك ببتيرة أسرع لتنتجى روايات لا تنطلي على أحد وآخرها الإحاء بعملية دسلول بري إلى لبنان في محاولة منها لإقناع عشرات ألاف المستوطنين الذين جرى إجلاؤهم بأن الجيش يسيطر على الأوضاع تكتيكيا وميدانيا وأن خطته المحكمة ستؤمن عودتهم على أرض الواقع شوارع مستوطنات الشمال فارغة حالة الأحباط التي تعم مستوطني الشمال يعكسها يومياً الإعلام الإسرائيلي ما دفع الاحتلال إلى ابتكار أسليب يحاول من خلالها إقناع المستوطنين بأنهم في أمان رغم أنهم يعيشون فعلياً في خوف كبير ونعدام للاستقرار وهذا ما ظهر مثلاً في جنازة اثنين من الجنود زيف الرواية سرعان من كشف مع ما كشفته مصادر الميدين وهو أن ثلاثة جنود من قوة ماجلن الاستطلاعية الإسرائيلية كانوا يحاولون تسلل من جهة موقع الراهب إلى نقطة الحدود وجرى اكتشافهم وعادوا خائبين هذه الرواية أثارت ما يشبه الاستغراب الإعلامي الإسرائيلي فيما كان الخوف من تبنيها واضحاً لدى الإعلام الغربي الذي انتظر مزيداً من التوضيحات والمعلومات ولسيماً في ظل التناقض الذي شابها هذا التضليل المتعلق بتطورات الجبهة اللبنانية التحمى أيضاً مع تضليل مماثل تعلق بالضربات الإيرانية الدقيقة التي استهدفت مواقع محددة في أربيل وسوريا مع محاولة لتحويلها والتبخيس بها وإظهارها كما لو أنها ضربات غير دقيقة وعشوائية والأخطر منها هو محاولة بث الفتنة هذه النشرة انتهت ولكن المسجد من الأخبار وتقارير يمكنكم دائماً زيارة مواقعنا على الانترنت المايدين دوت نت باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية إذن وصلنا إلى ختم هذه النشرة ولكن التغطية مستمرة ابقوا دائماً مع المايدين إلى اللقاء اشتركوا في القناة